ومع الإلحاد الأسباب والعلاج تعالوا بنا لنتعرف على معنى الإلحاد لغة واصطلاحا فهذا تأصيل أحب أن أبدأ به هذا البرنامج الإلحاد في اللغة مصدر قولهم ألحد يلحد وما أخذ من مادة لحدة التي تدل على ميل عن الاستقامة يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل في أحد جنبي القبر قال الراغب وهو من علماء اللغة لحد بلسانه إلى كذا أي مال وقال الجوهري ألحد فلان أي مال عن الحق وألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل وقال ابن منظور في لسان العرب لحد في الدين يلحد وألحد أيمال وعدل والإلحاد اصطلاحا هو الميل عن الحق والعدول عنه أيضا لا يبتعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الإلحاد اصطلاحا هو الميل عن الحق والعدول عنه قال ابن الجوزي الإلحاد هو العدول عن الاستقامة قال ابن تيمية الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء باطل وقال الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع الإلحاد العدول عن ما يجب اعتقاده أو عمله ورد لفظ الإلحاد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع ورد لفظ الإلحاد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ووردت كذلك لفظة الإلحاد في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ووردت لفظة الإلحاد أيضا في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا والمراد بالإلحاد في هذه الآيات كلها العدول والميل والتكذيب والإعراض عن الحق وجاء تعريف الإلحاد في المعجم الفلسفي وهذا تعريف مهم جدا لأنه تعريف معاصر الإلحاد في المعجم الفلسفي هو مذهب من ينكرون الألوهية والملحد غير مؤله وهذا التعريف هو الذي جرى عليه الكتاب المعاصرون الذين يتكلمون عن الإلحاد إذ قصروا الإلحاد على إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى إذن الإلحاد هو إنكار وجود الخالق جل وعلا وهذا التعريف هو الذي جرى عليه الكتاب المعاصرون الذين كتبوا وتكلموا في الإلحاد والعجيب يا إخواني ويا أخواتي أن المشركين الذين بعث فيهم سيد العالمين صلى الله عليه وسلم لم ينكروا وجود الخالق أقول العجيب أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا وجود الخالق بل أقروا بوجود الخالق سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يؤفكون لذا يقول ابن القيم رحمه الله وعباد الأصنام لا إله إلا الله وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما قادرا حيا يقول ابن القيم أكرر هذه العبارة وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما قادرا حيا وأود أن أؤكد لإخواني وأخواتي وأولادي وأقول لهم لا تظن أن الإلحاد من الفتن المعاصرة التي لم تظهر إلا في الوقت المعاصر لا لا الإلحاد ليس جديدا وليس معاصرا بل هو مذهب قديم وقع فيه بعض الطواف منهم الدهريون الدهريون قال ابن القيم وهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها وقالوا ما حكاه الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر والطبائعيون أي عباد الطبيعة قال ابن الجوزي لما رأى إبليس قلة موافقيه على جحد الصانع لأن العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع حسن إبليس لأقوام أن هذه المخلوقات من فعل الطبيعة أما الطائفة الثالثة هي بعض الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أنه لا صانع للعالم وأطلق عليهم شيخ الإسلام دهرية الفلاسفة قال ابن القيم بعد حديث عن فرق الفلاسفة وبالجملة فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض فإنهم عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع وعطلوا الصانع عن صفات كماله فيا ترى من من الأفراد الذين جحدوا وتكبروا واستعلوا وأنكروا وجود الخالق ممن حكى عنهم القرآن هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفضارك قد أظلم وتلاشى الفيض الوهاد فاسمع يا هذا وتعلم من شرح بيان المنهاج من شرح بيان المنهاج ترجمة نانسي قنقر